ماذا أفعل في بداية شهر رمضان المبارك؟ وما هي الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى؟ ما هي الأعمال التي ترضي الملك عز وجل؟ وكيف أكسب أكبر قدر من الحسنات في هذا الشهر الفضيل وبأقل الأعمال والجهد إن شاء الله؟ حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة نحن الآن في بداية هذا أو في بدايات هذا الشهر الكريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا هذا الشهر وأن يجعلنا من عتقائه وأن يجعله رحمة ومغفرة وعتقا من النار إن شاء الله لكل من يشاهدنا ويسمعنا الآن أحبة في الله الحقيقة الاستعداد النفسي لهذا الشهر مهم جدا كثير من الناس يظن أن هذا الشهر عبارة عن شهر جوع ولكن هذا الجوع فيه منفع لك أخي الحبيب اليوم اليوم الآن وأنا أحدثكم هناك باحث اسمه لونغو في أمريكا يعالج أعتى الأمراض مثل السرطان بالصيام فقط ويقول إنك بمجرد أن تصوم ويبدأ جسدك بالجوع هذا الجوع في حقيقته أن الجسم يعطي إشارة للنظام المناعي لكي يتخلص من الخلايا المريضة الخلايا الشاذة الخلايا الهارمة الخلايا التالفة الخلايا الملتهبة يتخلص منها ويجدد نفسه ويقول أيضا خلال ثلاثة أيام يمكن للنظام المناعي أن يتجدد سبحان الله تصور هذا يحدث خلال ثلاثة أيام كيف بمن يصوم ثلاثين يوما أنا أريدك أخي الحبيب أن تستعد نفسيا يعني هذا الشهر شهر خير وبركة ومغفرة وعطق من النار ولكن فيه فائدة لك كل واحد مننا اليوم يعاني من التلوث يعاني من اكتئاب أحيانا يعاني من مشاكل السكري وضغط الدم والأمراض العمود الفقري وإلى آخر أمراض المعدة الجهاز الهضمي لا يخلو الإنسان من مرض صدقني أخي الحبيب الصيام ثلاثين يوما هو أقوى علاج لأي مرض كان مهما كان هذا المرض حتى السرطان يقل كثيرا ويخف ويمكن أن يقضى عليه بهذا الصيام إذن أول شيء أنا يجب أن أجهز نفسيتي أن هذا الشهر وشهر الشفاء والعلاج إذن أنا أنتظر هذا الشهر بفارغ الصبر لكي أحظى بهذا الشفاء أو هذا العلاج طيب الشيء الثاني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لماذا اختار الله هذا الشهر لينزل القرآن فيه إذن هذا الشهر له خصوصية في التدبر والتفكر والحفظ ولكن أنا أريدك أخي الحبيب أن تقوم هذا الشهر بالتدبر لأن الله لم يأمرنا بالحفظ من دون فهم أمرنا بالتدبر قال أفلا يتدبرون القرآن طبعا الحفظ هو مرحلة من مراحل التدبر ولكن أقل بكثير يعني هناك أطفال يحفظون القرآن ولكن لا يفقه منه شيئا هناك الملايين ممن لا يتقنون اللغة العربية يحفظون القرآن ولكن ربما لا يفهم إلا القليل منه القرآن أراد منك أن تبلغ مرحلة أعلى وهي التدبر يعني أنا حسب وجهة نظري أن تتدبر آية من القرآن وتفهمها وتطبقها في حياتك أفضل أن تقرأ القرآن كاملا من دون أن تفهم شيئا يعني انظر إلى هذا المثال أخي الحبيب كثير من الناس تجد أنه عصب في رمضان يغضب كثيرا يفتح القرآن ويقرأه كاملا وربما عدة مرات يختمه في شهر رمضان من ضمن الآيات التي يقرأها يقرأ آية عظيمة الله سبحانه وتعالى يقول فيها وأن تعفو أقرب للتقوى إذن تأمرك بالعفو آية أخرى فمن عفى وأصلح فأجره على الله آية ثالثة تأمرنا بالعفو والتسامح وحب الخير للناس الله سبحانه وتعالى يقول فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور الرحيم يقرأ هذه الآيات ثم إذا زعجه أحد بكلمة لا يعفو عنه إنما يغضب ويتعصب وربما يشتم طيب ماذا استفدت من هذا القرآن ولا شيء إنسان يختم القرآن ولكنه ظلم زوجته أو أولاده هو ظالم من الآيات التي يقرأها ألا لعنة الله على الظالمين طيب هو يلعن نفسه طيب ما رأيك بهذه النتيجة أنا عندما أقرأ هذه الآية ألا لعنة الله على الظالمين يجب أن أخاف من الظلم لأن الظلم يجلب لي لعنة الله واللعنة هي البعد عن رحمة الله الإنسان إذا لعن أبعد وترد من رحمة الله والعياذ بالله مصيره جهنم يعني وبالتالي كيف لإنسان أن يقرأ هذا القرآن مليون مرة وهو لا يطبقه لا يستفيد منه شيئا انظر أخي الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة الظالم كلما قرأ القرآن ازداد خسرانا لماذا؟ لأنه يلعن نفسه ألا لعنة الله على الظالمين فالمهم الأهم الذي يرضي الله العمل الذي يرضي الله العمل الذي يحبه الله هو أن تتدبر معاني الآيات أن تفهمها أن تطبقها وتعمل بها يعني مثلا أنا قرأت آية الله سبحانه وتعالى يقول لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكونوا مع الصادقين ثم أذهب وأكذب ماذا استفتنا هذه الآية؟ ولا شيء أقرأ آية أخرى في اليوم الثاني الله يقول لي وَيَوْمَ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا وَيَوْمَ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسوى للمتكبرين؟ أنظر إلى خطورة هذه الآية طب أنا كيف أقرأ هذه الآية ثم أكذب على الله؟ ثم أكذب على الناس؟ إذن هنا المطلوب أخي الحبيب إذا أردت أن ترضي الله طبعا الله يحب من يختم القرآن ولكن أن تختمه بتدبر وفهم وتطبيق الصحابة الكرام كانوا لا يتجاوزون الآية الواحدة قبل أن يفهموها ويتدبروها ويعملوا بها إذن هذا القرآن أنزل لنعمل به كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب هذا القرآن يذكرني أن الربا حرام فلا أذهب وأكل الربا يذكرني بالالتزام بالصلاة لا أضيع الصلاة يذكرني أن أصبر أن أصبر والصبر هو صفة الأنبياء فلا ينبغي أن أبتعد عن الصبر يقول لي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين يقول لي هناك بلاء ستتعرض له أيها الإنسان أيها المؤمن يجب أن تصبر يجب أن تقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فإذا ينبغي في حالة المصائب والغلاء والوباء وحالة فقدان الأحبة حالة الكوارث حالة الحروب التي نتعرض لها في بعض المناطق من الوطن العربي وعالم الإسلامي أن يكون لسان حالنا يقول إن لله وإن إليه راجعون ونصبر هذا هو الفرق بين المؤمن والملحد فأنت عندما تقرأ هذه الآية يجب أن تصبر لا أن تذهب وتشكو الله لعباد الله تشكو للناس ضيق الرزق وتشكو المرض وتشكو الهم وتشكو الغلاء والوباء لا يا أخي هذا بلاء من الله ينبغي علينا أن نصبر لأن الهدف هو الصبر وما يلقاها إلا الذين صبروا الجنة وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فإذن أهم عمل يحبه الله في هذا الشهر القرآن التدبر طبعا الصيام والقرآن والصيام فيه شفاء سبحان الله والقرآن فيه شفاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين إذن القرآن شفاء والصيام شفاء وحبذا لو تفتر على حبات من التمر لأن التمر فيه شفاء أيضا سبحان الله إذن يمكن أن نقول شهر رمضان هو شهر الشفاء شهر العلاج شهر التعافي الصيام اليوم أيها الأحبة يعالج أمراض العصر حقيقة من أكثر الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى الصيام لذلك خصص بابا من أبواب الجنة الثمانية لا يدخل منه إلا الصائمون وهو الريان وعبادة الصيام هي العبادة الوحيدة التي يجزي الله عليها بينه وبين عبده بقية العبادات لك إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي طيب من الأكثر الأعمال التي يحبها الله كما قال النبي خير الناس أنفعهم للناس أن تقدم خدمة للآخرين تساعده في مبلغ من المال لو استطعت تقدم له خدمة أن تدله على الخير تقدم له ابتسامة يعني إذا كان إنسان معدم لا يستطيع أن يساعد الآخرين لا بالمال ولا بأي خدمة تقدمها له قدم له ابتساما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة إذا لم تستطع أن تتبسم قل كلمة طيبة النبي يقول والكلمة الطيبة صدقة صدقة لك فإذا من الأعمال المهمة جدا في شهر رمضان أخي الحبيب أن تقدم خدمة للآخرين وابدأ بأبويك بر الوالدين قدم خدمة للأقربين أولا الأبوين الإخوة الأهل الجيران النبي أوصى بالجار لمن تعرف ولمن لا تعرف الشيء الآخر الصدقة أخي الحبيب أطول نص في القرآن يتحدث عن الصدقة في سورة البقرة نص طويل جدا عدة صفحات عن أهمية الصدقة والإنفاق في سبيل والإنسان إذا تحسر على شيء لحظة الموت يتحسر على أنه لم ينفق في سبيل من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين قدم الصدقة على العمل الصالح لما يرى لحظة الموت من ثواب الصدقة ولما يرى من تقصيره في الدنيا أنه خزن هذا المال وحسب حساب كل شيء إلى الموت للأسف أحدنا اليوم أيها الأحبة يحسب حساب الغلاء والمرض والكوارث والمستقبل وكذا 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 يحسب كل هذه الحسابات إلا الموت الذي هو أهم شيء هو مصير كل إنسان كل إنسان مصيره للموت لا يحسبه للأسف فينبغي أن تحسب حساب الموت أخي الحبيب وأن تكثر من الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس عطاءا وأكثر ما يكون في رمضان كان يتصدق كثيرا إذن الصيام قراءة القرآن أو التدبر أنا أقول تدبر القرآن لأن التدبر يبدأ بالقراءة ثم الحفظ ثم الفهم التفسير ثم التدبر تدبر أعلى مرحلة قراءة إذن الصيام وتدبر القرآن والتعامل الحسن مع الناس العفو عنهم كرام الناس خدمة الناس الصدقة والعمل الخامس والأخير المهم جدا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى وأنا أركز عليه دائما لأنه للأسف فقدناه هو الدعوة إلى الله أيها الأحبة نسينا هذا الأمر المهم الله ينادينا جميعا ويقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أهم عمل على الإطلاق يمكن أن تقوم به هو الدعوة إلى الله ولكن هذه الدعوة تحتاج إلى الأعمال السابقة التدبر يجب أن تفهم القرآن على الأقل حتى تستطيع أن تدعو إلى الله بشكل صحيح أن ترسل معلومة نافعة للناس لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم يعني الثواب عظيم جدا لماذا؟ لأن رسالة الأنبياء ماذا كانت؟ الدعوة إلى الله ما هي مهمة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الدعوة إلى الله تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في غار حراء معتكفا ماذا؟ ماذا؟ لن يستفيد منه أحد ولكن جاهد وصبر صبر على أذى الناس كل هذه العبادات تحتاج للصبر أيها الأحبة الصيام يحتاج للصبر العفو عن الناس يحتاج إلى صبر تدبر القرآن يحتاج إلى صبر الصدقة تحتاج إلى صبر الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر شديد ونفس طويل أن تتعلم وتتقن هذا العلم وتقدمه للناس مجانا نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق